موسيقى سوق الهواتف الذكية أحد أكثر القطاعات تنافسية على مستوى العالم وبحضور عمالقة كأبل وسامسونج وهواوي استطعت HTC في 2018 من تحقيق إرباح للمرة الأولى منذ سنوات فيما يعزى ذلك غالباً لصفقة المليار دولار الشهيرة التي استحوذت بها جوجل على جزء من الشركة انطلاقت من هذه الخلفية تأتي أهمية أعلان HTC اليوم عن هاتفها الجديد والذي تطلقه في دبي بالتزامن مع إطلاقه في تايوان موسيقى ترى الهواتف الذكية من الثلاثة هناك بعض المساعدات لكني لقد ترغبت لدية نفعلنا المساعدة بعد المساعدة الثلاثة المتحدة والذي تحقيقنا لدينا لفقناة لتلقاء لتحقيقنا على تقنية التكتور وعند مرة أخرى هناك بعض المناطقات التي تتحدثت كما ترغبت لك لتنظرها باستخدام المهاتفال اليوم جهاز U12 Plus موجود عليه أربع كاميرات اثنين من ورا واثنين على الجهة الأمامية واليوم هذه الخاصية بتساعدني أنا لأخذ أبعاد أكتر ولأنا أستعمل الكاميرا مثل أنا كاميرا للناس المحترفين والخاصية اللي كتير مهمة اليوم أنه اليوم أنا لما بقدر أخذ صور بقدر أنا أخذ مثلاً صورة السيلفي وبنفس الوقت أنا إذا بتلاحظي الأبعاد اللي حوالي كلها فيها متنوع من تغبيش هي الصورة اللي بيتقوم فيها عدسات الكاميرات المتطورة والكاميرات اللي هي البروبشن الأكتر شي وتوارنا كمان خاصية الفيديو لأنه نحنا لما نغوص بتفاصيل الفيديو مش بس نحنا بنعمل زوم على الصورة نحنا بنعمل زوم على الصوت كمان سو بتلاحظي لما أنت بتقربي على عندك جزء فيه صوت معين أو حداً رغني أو حداً رغني بقدر أنا أسمع الصوت بشكل أكتر أشوف تفاصيل أعلى من ما كنت أنه أنا بس عم بعمل زوم على الصور اليوم نحن عندنا خاصية العصر أو السكويز بالإنجليزي يعني من خلاله نحن الأطراف اللي موجودة على الجهاز ممكن نعصرها وممكن نقوم الجهاز يقوم بعملية مثل ما شفتي هون ممكن نقدر نخلي يضوي معنا عينك على العالم عينك على العالم